اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم أخواني وأخواتي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا فيكم وحلقة جديدة إن شاء الله وبرنامجكم الأسرة والمجتمع طبعا أيام جميلة مباركة بكل يوم يوم عيد ومسا خير مسان وطن مسان صحة وعافية إن شاء الله لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم يحفظه الله ويرعاه اللهم آمين نبارك لجميع أخواننا وأخواتنا طبعا وصول صاحب الجلالة بالسلامة والخير ونتمنى من الله عز وجل أن يدوم علينا هذه الفرحة بإذن الله وأن بإذن الله يغمرها بصحة وسلامة لمولانا صاحب الجلالة أخواني وأخواتي حلقة اليوم من برنامجكم الأسرة والمجتمع سنناقش موضوع الإرشاد الوراثي يمكن شوي المفهوم عن الإرشاد الوراثي أهميته فوائده هل هو حاليا كثير يعني يعتبر محور أو اتجاه جديد مثلا في علم الطب هل هو سبق مثلا سبق إيجادة وتطور نظرا لانتشار الأمراض المرتبطة باختلالات جينية وراثية أدت إلى ظهور مراضة مزمنة لا قدر الله قد تودي بحياة المصاب بها لذلك ظهرت أهمية القصوى للإرشاد الوراثي طبعا ضيفنا الكريم الدكتور مسلم بن سعيد العريمي أخصائي علم الجينات والوراثة الجزائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية سيكون إن شاء الله ضيفنا اليوم وبنناقش مع أخواننا موضوع الإرشاد الوراثي أخي الكريم حياك الله وطبعا هذه فرصة جميلة أخوي الكريم نتناقش وما شاء الله يعني الأيام حافلة المساء حافل الصباح حافل يعني كل مكان تروح فيه تشوف فرحة تشوف يعني احتفال فالناس بتقول ويش هذه الدكتورة فنة جايبتنا اليوم عن الإرشاد الوراثي لكن مع الأخواني وأخواتي مثل ما قلت لكم هو شيء مهم في رسائل اليوم إن شاء الله ضيفنا الكريم بكثير يركز عليها اللي هي أهمية الإرشاد الوراثي دور الفحص ما قبل الزواج أو حتى لا تربطوا ما قبل الزواج بأي مناسبة قبل أن يتم الزواج من أجل التأقد من صحتك إن شاء الله أو لا قدر الله وجود أي جينات مختلة يحملها الشخص بعملية الإرشاد بعدها حياك الله أخويا الكريم حياك دكتورة أحبا مسي عليك حياك الله ومسي على سادة المستمعين وبداية بالأصالح النفسي وبالنيابة عن سمولاي في المركز الوطني للصحة الوراثية نتقدم بالتهاني لجميع أفراد الشعب العماني بالعودة الميمونة لمونانا حضرة صاحب القلالة السلطان قابوس وسعيد المعظم الذي عاد إلى وطنه وشعبه سالما معافا إن شاء الله من كل سوء وهذه مناسبة مثل ما تفضلت دكتورة فعلا إنه وعيد في كل يوم والله تعرف دكتور مسلم أنا لسه واصلة من صور يعني إيش أقول لك أحس الجبل فرحان الشجر فرحان يعني الحمد لله الله يدوم هذه الأيام حياة الدنيا بوجوده بوصول مولانا وإن شاء الله يدوم الفرحة اللهم آمين ندخل في موضوع أول رشاد الوراثي دكتورة مش موضوع يعني معقد هو حقيقة يأتي ضمن سلسلة الخدمات اللي نقدمها وبالتالي هو يتواكب حقيقة مع الأفراح والاحتفالات لأن التدشين لخدمة جديدة نحاول أن فاعلها هي غير موجودة بالنطاق المستوى العالم على المستوى العالمي أم المحل لا عفوا على المستوى العالمي موجودة بس نسعى أن نواكب الخدمات المقدمة في مجال الأمراض الوراثية بأن نضمن خدمة الإرشاد الوراثي معها وهو من ضمن خططنا طيب إحنا لو تكلمنا بسيطة ماذا نعني بالإرشاد الوراثي؟ حقيقة عملية الإرشاد الوراثي هي عملية بسيطة تتلخص في شرح مفهوم المرض الوراثي الذي يعاني منه الفرد أو الأسرة باستخدام مصطلحات أولا مفهومة وصحيحة ودقيقة وبسيطة يشمل هذا الشرح تنوير حول ما هي أو كيفية يتم توارث هذا المرض الذي يصدد نقاشه بين الأسرة وما هو المتوفر من العلاج للحد من تنامي معضلة المرضية عند الشخص المصاب وماذا يمكن أن نقدم لأقارب الشخص المصاب من الذين لا تظهر عليهم العراض فهي خدمة متكاملة النقاش حول المرض الوراثي نفسه أمر معقد لكن النقاش سيسهل هذه المشكلة كذلك نفتح باب نفتح باب لجميع الأسئلة تدري دكتور يعني الإصاب بهذا الشيء في العائل ليس بالأمر سهل وحقيقة يكون جميعهم بحاجة لمعرفة نقاط كثيرة والعكاسات قوية يعني عارب كل الجوانب اجتماعية على الأسرة وقتصادية الله أكبر صحيح فنفتح باب للأسئلة ويكون معنا طاغا متكامل حقيقة من ضمن الخدمات الممبثقة بعد النقاش التام توفير الأشياء المساعدة لرفع جودة الحياة للطفل المصاب ومعاونة الأسرة بمعنى يعني يكون معنا تواصل مثلا مع مراكز التدخل المبكر يكون معنا تواصل مع جمعية المترازمة الدولة ينشئت حديثا يكون معنا تواصل مستشفى المسر وغيره وغيره بمعنى آخر نحاول معنا أنتم تربطوا الخدمات يعني تربطوا الخدمات تساهلوها وتوصلوها للشخص المصاب صحيح أخواني وأخواتي يمكنكم طبعا المشاركة عن طريق أرقام البرنامج 24640233 أو 24640234 وطبعا المخرج الأخ الكريم الأحمد علي المرشودي أخويا طبعا الأمراض الوراثية في تزايد صحيح والمؤشرات كذلك يعني الأسف في تزايد والأسباب متعددة من ضمنها أنه صار في عمليات تسجيل ورصد لهذه الحالات التزاوج عدم الفحص وغيرها وغيرها يعني أحد من الزملاء التقينا فيه وتكلمنا عن أمراض الدم الوراثية بمستوى عالي محليا فأتوقع أخويا الكريم دكتور مسلم يعني جهودكم جبارة في هذا المجال وأتمنى أنه الكل بالفعل يستفيد من عملية المشورة في مجال الأمراض لهذا خبرنا فائدتها يعني من ناحية العلمية مثلا إيش الفائدة التي تعود الأسرة للمجتمع لو في حالة بالفعل تم تطبيق هذا البنامج صحيح وحقيقة إحنا أثناء دراسنا أساسا في الكلية كأطباء تعودنا على نقطة جدا مهمة وهي النقاش أو شرح الحالة للمريض هذا في حد ذاته يعتبر إرشاد صحيح هو كاونسلينج طبعا جميع الأمراض بحاجة لنقاش من قبل الطبيب المختص بعد الحصول على النتائج مع المريض ومع آهل إن لازم الأمر جينيتيك كاونسلينج أو الإرشاد الوراثي هو يأتي بعد مرحلة التشخيص الدقيق أحيانا التشخيص الدقيق يكتفى به من ناحية العوارض أو العراض الظاهرية تكون واضحة وشبه واضحة وبالتالي ممكن يقدم للرشاد الوراثي بناء على هذا الشيء وأحيانا لا حيانا ننتظر التشخيص الدقيق طبعا مثل ما تعرفي دكتور الوسائل المستخدمة بالتشخيص للمراض الوراثية كثيرة معقدة متتالية متسلسلة وليست كلها واضحة صحيح يعني عندنا فحص كراموسمات يغطي 20% من الأسباب فحص ما يسمى بالCGH يغطي 50% وهكذا يعني إلى أن نوصل لمرحلة إلى أن نوصل لمرحلة التحليل للجينوم الكامل للفرد وهذه طبعا مرحلة مستقبلية هذه بتكون تقريبا 95% إلى 96% بعد الحصول على هذه النتيجة يعني كل حالة دكتور تظهر عليها تشوهات واضحة أو لا قدر الله تكون مثلا في احتمالية إصابته مثلا الوليد بكروموس أو مثلا اختلالات جينية مثلا بالضبط يتم إجراء جميعها لا لا ليس 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 أحيانا أحيانا يعني يكون من ما يسمى cost effectiveness أو ما يعني الفائدتها يعني أنتوا تحسبوا الفائدة بالcost يعني بالعامية الظواهر العرضية واضحة جدا الجميع حتى المبتدئين وبالتالي من الممكن يعطاه التشخص بشكل مباشر وهي أمراض شائعة فمعناته هناك كمية من الاختبارات تجرى لكل حالة على حسب التشخص بالضبط إن استدعى إن استدعى طبعا إحنا الحين يعني بادين نمشي يعني بعض هذه التقنيات غير موجود عندنا إن شاء الله في المستقبل نسعي أنها تتوفر لكن في الوقت الحالي يعني نقوم بالمتوفر عندنا أحيانا نرسل بعض العينات للخارج إن استدعى الأمر على حسب القيمة الموضوعة وفي المستقبل إن شاء الله نسعى أن يكون معنا ما يسمى بفحص الجنم المتكامل بإذن الله طيب بعد النتيجة هذه أنت يعني أنت بتعطيها للشخص يعني بطريقة بطريقة تفيدني أنا في العلاج يعني معناها أنا أدرك إن إذا شرحت الحالة ومفاهيمها بلغة مبسطة وواضحة طبعا هذا راح يساعد في تقبل الشخص دكتورة تعرف المراحل المراحل اللي مريبها للشخص اللي يصاب بصدمة الصدمة ثم الإنكار ثم عدم التقبل ثم التقبل ثم التعامل وهكذا يعني وبالتالي أنت تحاول تراعي هذه المراحل بحيث تسرع فيها وهذا ما يغير عن طريق إعطاء الإرشاد الكامل عن المسانة دا والإرشاد بالضبط المرضى يش هو ما المتوقع منه الخدمات المقدمة طيب بتشخيص الدقيق موجود طيب كيف ممكن نخدم العائلة بعض الأمراض ما يسمى من الأمراض المتنحية وهذه جدا تاركت أو هدف مهم يعني بعد تحديده وبعد ما نوصل للتشخيص خلالي نقول مثلا طفرة جينية معينة أو انتغال كروموسومي مركب ومكتوب معانا موجود نتيجة على ورقة من ضمن خدمات الإرشاد الوراثي إجراء الفحص للأشخاص اللي في العائلة اللي قد يكونوا حاملين من أجل تجنب تكرار الحالة هذه في المستقبل في سؤال مهم دائما هذه خدمة جليلة أخي الكريم بإذن الله بالفعل يعني أنت لما تجيك حالة سبحان الله كمؤشر ربا ضارة نافعة أن هناك سبحان الله وقد يتم اكتشافها أثناء الولادة أو الفحوصات المبكرة بعد الولادة إذا كان وليل أو سبحان الله كذلك ظهور أعراض معينة هذا يؤدي إلى أنه الحالة هذه تعرف تعملك مثل انذار أنه هناك خلل جيني متواجد في هذه العائلة بالضبط صحيح وبالتالي نقدر نقري مثل ما قلت لك الإخوان الشخص المصاب أو حتى الأسرته أحيانا سؤال مهم يقعد دائما كل ما يقيني لأب والأم يعني في العائلة طيب ما احتمل أن يتكرر الله وهذا سؤال جدا مهم طبعا عندنا النسب العامة وهذا من الأسئلة المهمة صحيح إذا تم أحيانا نكتفي بالتشخيص الكلينيكي لأمراض معروفة وهي شاب جرت الوراثة من ناحية أيها أيها يعني إذا كان متنحي واضح معروف النسبة باركة اللي 25% وإذا كان ساعد معروف النسبة اللي 50% أحيانا تعقدت الأمور ومع تقدم التقنيات في الإجهزة التشخيص والراثية اللي أدى إلى رخصها يعني كانت غالي زمان فأصبحت متوفرة الحين نتيجة تنافس الشركات تكترى الحين التحدي الجميل الداخل اللي هو العلاج عن طريق الجيني هذا طبعا مستقبل آخر احنا نتكلم عن خدمة واقعية ايه والله احنا نتكلم عن ما نوفره للمواطنين أو ما تعمل لكن في الوقت الحالي أنا أرى أن الإرشاد الأراثي والتشخيص الدقيق هذا رح يساعدني في الحد من زيادة المعدل كذلك احنا عندنا ما يسمى family targets بمعنى الأهداف بالنسبة للعائلة ايه في بعض المناطق يكون في مرض معين منتشر ونعرف حتى بالعائلة فلما تيجي العائلة بالعائلة بالمناطق يعني هنا عندنا وحليا احيانا نرسل عيننا الخارج ويقيننا مثلا الطفرة موجودة في الجين فلاني احنا نسعى الحين على أننا نروح نشتري بعض هذه الأقراض يعني عن طريق يعني وردونا إياها في المركز بحيث أن البرايمرز هذه أو اللي شاء لنستخدمها في الفحص الطفرة موجودة معنا تيجي العائلة هذه اميديا تلي نروح فورا نروح نفحص على هذه الطفرة وكل فرد عائلة بارك الله فيه طبعا هذه نسويها بناء على الإمكانيات المتوفرة صحيح لكن بإذن الله نسعى أن جميع هذه الإمكانيات في المستقبل واتتوقع بإذن الله أنها ستتوسع نظرا للحاجة إليها أتمنى أنه فيكون اهتمام أكثر كذلك من هالناحية نظرا لانتشار الأمراض بضبط هذه الخدمة اللي هي سموها الإرشاد الوراثي الخدمة الإرشاد الوراثي الحين نسعى لأن نعملها متوفرة بس معاكم بالمركز الوطني طبعا عندك ما شاء الله شبكة من المؤسسات الصحية مراكز يعني الحين نحن انتقلنا المرحلة الثانية المرحلة الثالثة اللي هي توفر مرشد وراثي في كل منطقة الله فالمرحلة الأولى على أي مستوى أي خبرتك مركز صحي مثلا أم مجمع بضبط الحين نحن نسعى لأن يكون مستشفى أو مرجعي في المناطق مستشفى مرجع مجمع صحي في المناطق اللي ما فيها مستشفى مرجعي بارك الله فيه ومن ثم طبعا معنا نحن في المستشفى السلطاني ومركز الوطني الصحي وراثي هذه المرحلة الثانية تشمل المرحلة الثانية التدريب كادر يعني مختار منطقة وهذا الكادر عنده قدر على الأرشاد أي استعنى بدعاون مع الجامعة طبعا راح يكون في مؤتمر دولي أي خاص بالمرشدين وراثيين وهذا المؤتمر الدولي احنا الكادر اللي اخترناه لوزاة الصحة عدد عشر تفراد يقطم جميع المحافظات يعني مرشد لكل منطقة فرح يحضروا إن شاء الله هم حاليا عشرة ولا أحداشر منطقة لا احنا عندنا ما عدا مسقط احنا اخترنا عشرة مسقط مثل المركز طبعا اي بارك عشان كلا يمكن وبالتالي نحن نحضر الانترناشنال كورس هذا ومن هنا بتكون الانطلاقة بعدين راح يكون معنا منهج احنا وضعنا وهذه الخلايا بحد ذاتها ان شاء الله ستقوم لازم نخدم هذه تكون متواقدة جنبا إلى جنب مع طبيب الأمراض الراثي في المنطقة عشان تكتمل جهود مشكور أخي الكريم دكتور مسلم نرجع مرة ثانية وموضوعنا اليوم موضوع الإرشاد ذكرت مشكور أهمية الإرشاد الوراثي دكتور مسلم ونظرا لمعدلات منتشار معدلات الإصابة بالاختلالات في الجينات وظهور مراضة وراثية قد تكون مراضة دم وراثية وقد تكون متلازمات جميعها الله خلينا ناخذ مثلا حالات معينة يستلزم فيها يعني لابد من وجود مشهورة جينية يعني أنا أتوقع أن تعدكم فئات مثلا فئات أمراض الدم كونها مثلا شائعة الله شائعة والأسف يعني نتائجها وخيمة يعني خاصة إذا جالك الثلاثيمية يعني العظمة صحيح إذا جالك الأمراض الدم المنجلية أنيمية الدم المنجلية هذه بحذاتها يعني تؤثر على الشخص المصاب بنعكاسات سلبية على الأسرة على المجتمع بكل النواحي فناخذ إيش رأيك كيف أنتوا تصنفوهم وعلى أساس تتحرك نحن نتكلم عن الأمراض المتنحية كاملة بكلها وطبعا يتيع الراثي أمراض الدم وراثية بارك الله فيه خذنا مثلا الأمراض الثلاثيمية مثلا الثلاثيمية طبعا الخدمة هذه خلاص يعني أصبحت موجودة فكرة تشخيص أقصد لكن لرشاد الوراثي يعني الطبيب نفس اللي يقوم على عملية التشخيص هذه نتيجة مختبرات الدم يكون لديه القدر أحيانا يلقى ولنا في حالة وحدة بعض الفحوصات الخاصة بالثلاثيمية أمراض الدم بشكل عام معقدة غير مفهومة صحيح مختلطة بمعنى ألفة ثلاثيمية تدخل مع بالضبط وتدخل مع ما يسمى بالبرسوسنس اتش بي اف أو همقلبين الجنيني ديمومته وتدخل معنا مع أنواع أخرى من الهموغلوبين E و S وال E وال S لما يجي مع ال S أو الدين اللي يجي مع ال S إيش احتماليات هل أنا بكون مثل مريضة أمينجالية هل بكون أنا حاملة أمينجالية طيب إذا البيتا مع السكل كيف تكون مسارات معقدة تحتاج بالفعل أي هنا يلقون نعمل المرحلة الثالثة اللي هي تحليل الDNA بارك الله والتحليل الDNA هذا متوفر فنعمل تحليل البيتا والألفا يعني كاملة هنا تكون صورة وضحة الله يعني مثلا حتى يظهر معاك نوعية الوراثة ناخذ المكالمات سلام عليكم ألو أيها السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مساء النور حياك الله تفضل أخي الكريم الله سألوك حقاً أنا من المتابعين اللي برناتكم السيق هذا مشكور نعم نقدم كل ما هو جديد في مجال العلوم الغراثية متعلقة الجينات مثل يعني مثل ما يقول هذا هو يعني الشقل الشاقل اللي 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 يتحدث عن العالة في الوقت هذا بارك الله فيك والله صحيح كلامك أخي الكريم يعني وفي نفس الوقت الآمال يعني بارك الله فيك بالفعل يعني كثير من المراضة اللي الواحد يعاني منها البشرية ككل صراحة وتجيك أخبار من فترة وفترة أنه هناك مثلا زراعة الخلايا النخاعية زراعة كذا وكذا فبالفعل هذه تبث يعني روح أمل بالفعل يعني على شريحة كبيرة من المجتمع ليست محليا هي عالميا سبحان الله فإن شاء الله يعني الجهود موجودة وما شاء الله أخونا الكريم دكتور مسلم ومع زملاء وعالميا وإن شاء الله الأخبار جاي أخي الكريم إن شاء الله نحاول طبعا طبعا نحن بكل تأكيد مستفيدين دكتور ما تفجمون في هذا البرامج وأيضا ما يقدم الدكتور مسلم نجيس في هذا المجال طبعا أنا حقيقة أوجي كلام الدكتور مسلم الحقيقة من المتابعين للمقالات اللي يتنشرها له ما شو الله هو نشيط هو نشيط على مستوى العالم الله يحب نعم هذا الشيء يستاهل يستاهل بالنسبة بالنسبة للموضوع نتكلم عنه يا دكتور يعني الموضوع الرشاد الوراثي حفظة يعني قد يكون هذا المصطرح هذا نفسه أحيانا قاعد يكون غير مفهوم يعني بالنسبة للعامة لنا كن يعني بارك الله فيك بذلك أنا بتوجه بسؤال الدكتور مسلم بخصوص هذا المصطرح هذا مفهوم السؤال وما المقصود بالإرشاد الوراثي نفسك يعني كتعريف كمفهوم نفسه وما هو السبيل ليضاح مثل هذا التعريف أو مثل هذا المفهوم لأكبر عدد ممكن أكبر شريحة مكبر من السمع وما هي أهمية بارك الله فيك أخويا الكريمة أنا عندي كذا سؤال على أساس أفتح لك المجال مع دكتور مسلم طبعا أنت ما عندك في العائلة أي مراضة مزمنة سواء كانت سكر أي متلازمات لا قدر الله أي أمراض وراثية مرتبطة بالدم لا أمراض الموراثية الحمد لله لا سكري سكري صديق كل أسرة عمانية سكري طيب خلينا بارك الله فيك خلينا نلخص الموضوع ونقربه بالنسبة للسكري كذلك السكري يعني يعتبر لدور وراثي خاصة ارتباطة بالنوع الثاني هنا وبكونه أنه هو الضعفة الذي يحدث في غدة البنكرياس يحتاج إلى يعني بشكل مزمن سبحان الله والتعايش معه هو أحد الحلول الأساسية طبعا لسيطرة على السكر هنا يجي كعملية الإرشاد 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 لهذا فمن هنا المنطلق هذا معاك أخويا الكريم في الأسرة إن شاء الله دكتور مسلم بيغطي موضوع الإرشاد الوراثي كيف أنه مثلا أسرتك الكريمة بتعايش مع حالة السكر وكيف يمكن أنت غير مصاب تتعايش مع هذه الحالة أو تقي نفسك كذلك إن شاء الله فرصة أنك لا تصاب به إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك عندك استغسار تسلم بارك الله فيك شكرا جزيلا طيب دكتور نعم دكتورة تفضلت حين ذكرت موضوع الدايبيتس أو السكري إحنا فتحنا جروب شغالين فيه حاليا في المركز أي وهذا الشغالين في ما يسمى فيه نوع خاص بالوراثة فيه ظاهرة مرضية في السكري يسمونها نفسي قريب من نوع ثاني لذكرتي يسمها المودي أي والله والمودي اللي هو بمعنى أنه ينغ لكن ما لديابيتس اللي هو تائب اللي هو يجمع يخلط ما بين صفات الصنف السكري الأول بالصنف السكري أي ويظهر في الينغ بارك الله فيك وبالتالي هذول بيور أو لهم مسبب طفرة وراثية واضحة الله أكبر طبعا يكون الخلط أخي الكريم أنه هما يكون يجيهم صغار في السن لكن طريقة العلاج تعتمد على الحبوب بالضبع نفس المواصفات وهذول إحنا يعني استطعنا أن مع التعاون طبعا مع مركز الأمراض الغدد الصماء تحديد لأنه في عدة جينات الله لكن نحن نمشي كذا يعني النشرات الدولية تقول عدة جينات ثم نبحث عن النشرات الدولية الخاصة بالمجتمع الآسيوي ثم نختار من المجتمع الآسيوي إذا في أي ورقة نشرت في المجتمع العربي وهكذا في النهاية وصلنا للنوعيدة قربوها حددنا الجين أنا قريت عنها على فكرة هذا قروب شغال معنا الحين في المركز على أساس نقدمها بإذن الله نأمل كخدمة للفئة هذه لأنهم تضحينهم كثير نسبة كما خير الكريم الأموال لم تنشر نشر علمية حين نحن نبحث عن الطفرات الموجودة في عدة عوائل عمانية بالتعاون مع المركز الوطني لأمراض الغدد الصماء وهذا إنجاز جميل صراحة هذه خطوة يعني هو مجال نمشي فيه دكتورة يغطي كل شيء وكل مرة كل ما تتوفر الإمكانيات فيه تحديات كثيرة طبعا كل ما تتوفر الإمكانيات نتوسع كل ما تتوفر الإمكانيات نتوسع يعني هي نفس السياسة القايمة عليها اللي هو متى موقفة الإمكانيات والاحتياجات يتم التعامل معها بالضبط يعني التنفي تمام أخي الكريم نرجع مرة ثانية يعني إذن الإرشاد إخواني واخواتي اللي سمعنا الإرشاد الوراثي يأخذ يعني صبغة الوراثية تمتج لجميع المراثة المرتبطة بالوراثة بالوراثة لازم سواء كانت متلازمات أمراض دم وحتى أمراض مزمنة وكيف نقدمها يعني فيه أجواء خاصة قدمة الإرشاد الوراثي لا تقدم في أي أجواء لازم تكون أجواء خاصة أنت تعرف أخي الكريم يعني خاص الأمراض المزمنة سبحان الله هي عملية حتى يعني عالميا ما يسموها مرضي اللي هي حالة الإرشاد الملازم لهذه الحالة صحيح دكتور مسلم كيف بيكون الإنعكاسات النفسية على الفرد المصاب على الأسرة وعملية الدعم النفسي أتوقع هذه من أهم الأساسيات تكرمت وذكرت الحين أهمية جوانب عدة وكنت أقول لك أن كيف نقدمها يجب توفر أجواء محددة معينة لنجاح هذه الخدمة أولا الأجواء هي أن تكون في مكان يلزم الهدوء صحيح كذلك يضمن الكونفدينشيلاتي أو السرية التامة يفتح الباب لجميع الأسئلة والداوت القضية أن نحن نوظفها كخدمة علاجية بارك الله فهمتك هي مش قضية أن نحن نخبر بنتيقى أي حد ممكن يقوم بهذا الشيء وبالتالي تفرق أنت عن غيرك بمعنى أن كيف تفتح الباب بحيث توفر لخدمة علاجية من هذا النقاش اللي دور بينكم الله تكسب وأنا أتوقع هي عملية الثقة وصل المرحلة الجديدة طبعا ما بتكرنا شيء العالم كل يمشي جديد وطبعا هذا موفر عندنا في المركز نستخدم وسائل التقنية الحديثة في الشرح بمعنى لو تكلمتني عن طفرة وراثية نحن عندنا جهزة تلفزيونية مصغرة بحيث يتم الشرح عليها مباشرة أمام الأشخاص المعنيين ويتم الشرح بالفيديوهات ماذا نعني بالطفرة وخاص الطفرة اللي عنده هذه هذه تعني كذا وتمشي في كذا وتنتقل لكذا فالصورة المرئية مع الحوار الدائر يخلي الاستيعاب أحسن الله طيب الخطوة القادمة دائما السؤال أنا شو بيفيدني من هذا الشرح دائما السؤال هذا كذا شو رقم واحد احتمالية أن يجيب طفل آخر مصاب رقم ثلين طيب الحين أولادي الشكوك تعرض يتم وراغشتها يتم إلغاء الأخطاء المفهوم الخاطئ مفهوم الخاطئ وعلى فكرة يعني أخي الكريم دكتور مسلم يعني خمسين أو حتى خمسة وسبعين في المية من نسبة نجاح أي علاج قائمة على الأرشاد لأن أنت حتى للمراضة العادية مثلا لو جاك مريض وعنده زكام عادي لو لم يقتنع بكلامك وبالدول اللي أنت كتبت له وقوية أهمية فهمه أنه المسبب هذا العنصر مثلا هذا الشيء وأنه كورس المرض هذا الشيء رايح يتردد على المؤسسات على أساس أنه ما مقتنع وللأسب بين عكس وهذا شيء عارض أحد بسيط فما بالك بمراضة وراثية مزمنة لا قدر الله تكون مصاحبة بأعراض يعني صحيح إيش اللي خلاننا نفكر أن الخدمة هذه يعملها دي سنترالزيشن لا مركز يعني توزى على جميع المؤسسات لأن الحين دكتورة يعني الخط اللي ماشينا عليها مثلا عندنا مجموعة مجموعة أو قروب صغير حق بريست كانسر أو سرطان وهذول يحتاجوا أن يكون معهم مرشد في خلال التعامل مع المريض نفسه وهذا المرشد مرشد نفسي لا مرشد وراثي كذلك المرشد وراثي إرشاد الوراثي أخويا دكتور سلم دخل كذلك في السرطانات طبعا طبعا هنا يعني معنا طبعا عندنا الكولون كانسر وسرطان الكولون عندنا حين قاعدين نشغالين هذه الخدمات التي هي مثل ما قلتكتورة نتوسع فيها على حسب الإمكانيات عندنا عيادة النيوروجينتك فلما عيادة النيوروجينتك فمعناته أنتو خدماتكم ما شاء الله ممتدة لتأخذ كله ورح تتغطي مع الوقت بإذن الله والإمكانيات التي توفر كميع المراضة التي يعاني منها كارديوجينتكس نيفروجينتكس أو امراض الكلاوراثية كان أن نواكب هذا الشيء بحيث نحن دائما نطمح أن نكون يعني من ضمن الأوائي نسباقين نعمل ونحن السباقين إن شاء الله بالضبط وبالتالي الخطة دائما وضع الخطة المستقبلية من أجل تحقيق هذا الشيء وفحنا نسعى فيه بإذن الله فالمرشد وراثي هذا لازم يتواقد في المناطق لازم يتواقد في المناطق وهذه الخطة التي قالت فيها حاليا بارك الله فيكو جهود واضحة وأتمنى إن شاء الله إن المؤتمر متى بيكون المؤتمر هو يبدأ 23 أربعة إن شاء الله إلى 28 وإن شاء الله بيكون الفئات هذه الكوادر العمانية هو بيكون من كل دول الخليج حاضرين سرجو أهل بإذن الله أي وزارة الصحة حاضرة بالعشر كوادر هذه الجامعة عندها يعني جروب هو بيكون عبارة عن ورش عمل المكثفة نطلع بخلاصة تفيدنا كوزارة صحة تفيدنا يعني شلون نطبقها وبتكون انطلاقة بعد ذلك احنا عملنا منهج احنا في المركز عملنا منهج للمرشدين وراثيين معايير تدريبية للمرشدين اتوافق هذه المرحلة جهود جميلة أخي الكريم دكتور مسلم والفائدة بإذن الله ستوضح في أقرب نسعد ذلك نرجع مرة ثانية يا أخي الكريم ونتكلم كذلك عن الإرشاد الجيني ما هنا يعني أتوقع ما في أي مضار الإرشاد الجيني بضبط يعني ما شاء الله السرية تكون محفوة مضمونة من الأساس بارك الله فيك والسهولة التعاش بعد ذلك مع الحالة بإذن الله هناك إرشاد وراثي أحيانا بعض يعني يتكرر ولاد الطفل مصاب بتشوهات خلقية حادة فيتم مثلا الحمل يتم الحمل تأتي عملية التشخيص عن طريق استخدام التقنيات الألتراسعوند وغيرها كذا ويتم سحب عينات من مال الرحم أو من المشيمة ويتأكد تشخيص ويأخذوا عندنا وتقي هوا حامل طيب هنا في حد يقول لك مثلا أنا يعني شو هميت أنك تخبر هذه الأم يعني أن عندها طفل مصاب نفترض أن نداون مثلا أو متلازم نداون بالعكس هذا من أهم هذا دبيت عالمي في ناس تقول أن هذا يمكن تحدث إحباط وفي ناس تقول بالعكس هذه رح تغلي التقبل والتعامل أحسن تستعد أكثر بارك الله فيك وقد أن الحالات التي تعرضت لرشاد الوراثي وتعاملت معها بشكل دقيق وعلمي وصحيح يعني الأطفال خرجوا خرجوا بصورة مختلفة والتعامل معهم كان بصورة مختلفة حتى التعقيدات الداخلية المعروفة مثلا لداون وغيرها كانت أقل من الناس اللي لم أأخذوا رشاد وراثي فهذا معناته أنه ينعكس من معرفة الأم تقبلها الموضوع وتعايشة واستعدادها من الدهني رح يغير المعادل نسبة 75% أنا دائما أمشي بنسبة 75% بالفعل أخي الكريم يعني سبحان الله 75% عملية تأقلم الجسم مع كل الأحوال بالضبط أحيانا الحالات تكتشف مثلا في المستشفى المرجعي وبالذات في السلطان ويتم تحويل هنا سواء من القلب أو من العصاب أو من الكلاء طيب إحنا نسعى حاليا إن شاء الله إن هذا يقين من المناطق طبعا عن طريق ورش نعمل لنعملها بشكل منتظم وعن طريق أعداد المرشيدين المراثيين هذول المرشيدين المراثيين بيكون زي يزرعوا وقاط ارتكاز في المستشفيات المرجعية وسيقوموا بدورها بالضبط كلام واضح أخي الكريم آآ نرجع مرة ثانية وغطينا نص ساعة أتوقع اليوم عن الإرشاد الجيني إن شاء الله الوراثي ويمكن مثل ما آآ قلت لك النص ساعة من وقت البرنامج يتوقع كافي عليه دكتور مسلم ندخل ندخل نأخذ مثال نأخذ مثلات نتكلم عن المتلازمات يعني ما شاء الله زمينا الدكتور سلام تكلم كثير عن أمراض الدم الوراثي نأخذ المتلازمات وطبعا أكثر المتلازمات هنا معنا انتشارا حتى عالميا اللي هي متلازمة داون صحيح ندخل موضوع الأرشاد النفسي يعني أتعرف الأنواع المتلازمة داون المتلازمة داون نعم صحيح دكتورة أنت يعني دائما ما شاء الله يعني سابقا لكل شيء وهذا اللي قلت طبعا هو اللي قاعد يحصل متلازمة داون مهم جدا موضوع الأرشاد الوراثي العملية اللي ذكرناها سابقا من وصف الحالة ثم تقديم النتيجة ثم الممكن ومسألة العلاق المتكامل هذه احنا نطبقها لمتلازمة داون طيب متلازمة داون واخذ وضع مختلف العدد كثير النسب مرتفع احنا قلنا حالة بين كل 350 طبعا وهذا شيء كبير بالتالي الخدمة هذه لازم تكون مفاعلة جدا توصل لهم الوزارة الصحة طبعا تعمل على بروتوكول البروتوكول العلاقي لكثرة الحالات في بروتوكول العلاقي رح يعمم قريبا إن شاء الله احنا في المركز يعني لندور في هذا الشيء طبعا حاليا احنا عندنا عيادة متخصصة المتلازمة داون صحيح احنا العيادة التعامل مع التشخيص ومع المتابعة العلاقية ومع المتابعات بالنسبة للنوع الثاني له فحص الأب والأم نوع الانتقالي لكن في نفس اللوقات نقدم لهم خدمة لرشاد وراثي بارك طيب ندخل في المتلازمة نفسها على أساس في مواضع يمكن تهم اخواننا المستمعين وعملية النوع إضاحة أكثر صحيح دكتور مسلم وماشاء الله جهودكم واضحة وفي تقدم بإذن الله نتكلم على متلازمة داون نتكلم ذكرت مشكور أنه معدل حالة في كل ثلاثمائة حالة ثلاثمائة وخمسين يعني هذه نسبة عالية معنا نتكلم على النوعية الوراثة هل هي مرتبطة بعمر المرأة صحيح أنواع المتلازمة كيف يتم تشخيص المتلازمة كيف يتم التعايش مع الشخص المصاب بالمتلازمة وبعد ذلك نصائحنا بالنسبة للأرشاد نحن طبعا متلازمة داون معروفة هي مرض كروموسومي ينتج من زيادة في عدد الكروموسومات بالذات في الموقع 21 مما يجعل الكروموسومات 47 بدل 46 هذا بشكل عام الجرعة الزائدة هذه اللي موجودة في الكروموسوم الزائد بتكون موجودة في جميع خلايا الجسم وبالتالي راح تأثر أو متوقع إن تأثر في جهزة عديدة إذن ما ينقم من هذا الخلل الكروموسومي هو يعني مجموعة تعقيدات عضوية موجودة يعني ممكن يحصل 60% يكون عندهم مشكلة في القلب سواء فتحة بين البطينين أو بين الأدينين أو حتى اختلاف في الشرعين طبعا متوقع أن يكون عندهم نقص في الغدد الدرقية متوقع أن يكون عندهم بعض نواع التشوهات الخلقية في الأمعاء سواء القليضة أو الدقيقة متوقع أن يكون معهم مشكلة في العمود الفقري وبالذات في السيرفايكل أو ما يسمى فقرات العلقية فقرات العلقية وأشياء كثيرة طبعا هذه مشكلتنا يعني فترات المصطلحات الطبية سبحان الله يعني لاسقف فأنا من كثير تعاملي مع الإعلام هذا خفت عندي صحيح وبالتالي عندنا كذلك المشكلة الرئيسية اللي هو ما يسمى التأخر الذهني التأخر الذهني عامل متوقع جدا بالنسبة المتلازمة الدعون فبالتالي سبحان الله يعني نعكاس المتلازمة على جميع أضاء لأن القرع موجودة في جميع الجسم طب النوع الثاني النوع الانتقالي اللي هو 4% تقريبا أنا وقال شوي هذا إذا ثبت معنات نشوف الأب الأم الأب الأم محتمال يكون معهم هذه النوعية الانتقالية وبالتالي هنا يدخل موضوع الفحص قبل الإنجاب بالنسبة لهم أما النوع الثالث النوع الموزايك طبعا هو نص الخلايا تقريبا يكون طبيعي ونص يكون فيها زايد وهذه طبعا ظواهر مرضية تكون أقل طيب ما يقدم لمتلازمة داون برنامج علاجي منذ الولادة هذا ما نسعر إلا عمر 8 طهر سنة يعتمد على التعقيدات طبعا بس ولو أحيانا يعني عشان ما يفلت من حالة حلو لما يروح المجمع صحي أو شيء المفروض أنه في العمر هذه من الولادة إلى شهر يتم التأكد من 1 2 3 4 5 يتم التأكد من الغد يتم التأكد من القلب يتم التأكد من بقية العضاء المتوقع أنها تتأثر بدون طيب من عمر سنة إلى عمر 5 سنوات هذين برضي يعني في لهم عدة نقاط يجب أن يتم التأكد منها القضية أنه كل ما خففت من تأثيرات السلبية للتعقيدات كل ما أنتجت واقع ممكن تبني عليه ما يرفع جودة الحياة بالنسبة للطفل المصاب كلام جميل والله ونقطة أخرى هي أهمية التعليم من مبكر طبعا في جمعيات أهلية متعاونة وقائمة بجهد جميل حقيقة وممكن يعني يعني أحيانا بعض الأطفال المصابية متلازمة داون يعني طبعا يلقأوا لمثل هذه الجمعيات على أساس يتم تفعيل عملية التعليم من مبكر والتأهيل كذلك الوظيفي القصد منه يعني نحاول نخفف قدر المكان من التعقيدات المتوقعة بحيث يكون الطفل أقدر على العيش وأخف تأثيرا على الأسرة من ناحية يعني الاجتماعية والاقتصادية والمعنوي وهكذا إذن دكتور نوعية الوراثة بالنسبة للمتلازمة تلتناهية هو النوع الثاني موضوع الانتقالي أما النوع الأولاني طبعا زمان كانت الفكرة على أساس يعني مرتبط بعمر الأم طبعا هذه يعني ما يسموها دبيتابولة أو يعني تحت النقاش أي بالضبط لأن فيه نساء على 25 سنة وأقل وعندهم تلازمة القضية أنا أتكلم عن النوع الشائع طبعا النوع الشائع اللي هو النوع الأول يعني الموضوع يرجع أساسا للبروتينات المسؤولة عن انقسام الخلايا حيوية البروتينات المسؤولة عن انقسام الخلايا طبعا غالبيت هذا النقطة تكون في الأم وفي قزول أم يعني نقول 90% أم و10% أب يعني الحيوية اللي تأدي لانقسام الخلايا ولذلك يكون معي كروموسوم زايد عمر المرأة طبعا هي احنا ما نقدر نلغيها تماما لكن ليست القاعدة الأولى صحي ليس عمر المرأة أبدا هو القاعدة الأولى يعني مثلا قد تكون المرأة شابة حيوية البروتينات المسؤولة عن انقسام الخلايا عندها متأثرة صحي لأسباب عدة صحي ما لها علاقة بالعمر وبالتالي ممكن يجي طفل مصاب متلازمة دون النوع الثاني النوع الانتقالي اللي تكلمنا عنه هو جزء ينتقي إلى جزء مما يؤدي إلى زياد قرعة الكروموسومات والنوع الثالث له المزيق طيب احنا قلنا احنا عندنا حالة من كل 350 هذا لا يختلف عن دول الجوار يعني نقطة مهمة النقطة المهمة ان دول الجوار عندهم نفس الشي نفس هذه النسبة فليست جديدة لكن تحتاج إلى رعاية أكثر وتوسيع أكثر واهتمام أكثر بارك الله فيك طيب خلينا نتكلم على هذا الاهتمام أخي الكريم يعني ما شاء الله ما ألطفهم ما ألطفهم أنا كثير لما أشوف يعني ما شاء الله طفالنا وأولادنا وبناتنا وغيرهم يعني المصابين بالمتلازم والله إني أفرح كثير يعني وينحبوا ما شاء الله خبرنا دكتور كيفية التعايش مع المتلازمة في حدود الأسرة من ناحية أنه تنفيذ برنامج الأرشاد الوراثي أي والوراثي يعني احنا نحاول نخلق يعني بيئة سليمة مثل من تذكر ومتعاونة بارك الله كذلك نفتح مجالات عديدة للتواصل مع الأسرة المعنية على أساس احنا ممكن مثلا نوفرهم هذه الخدمات في المناطق لأن دكتور احنا نتحدث عن بلد شائعة بارك الله كبيرة ما شاء الله بالتالي يعني يجب أن تصل الخدمة لكل نحاول نخلق شبكة من هذه الخدمات احنا قلنا تعليم مبكر تأهيل قلنا أحيانا أن يكون فيه ما يسمى الفصول الدراسي الفصول الدمج طبعا يعني وعدة نواحي ممكن كميع القطاعات الحكومية تتعامل وتتكاتف من أجل توفير هذه الخدمة الإرشاد الوراثي طبعا هي صدمة في البداية تكون أكيد يعني وبالتالي يجب أن يكون أنه عملية أخبار العالم طبعا طبعا ولازم أتفكر أخي الكريم يعني أتوقع حتى المؤهل في مجال الإرشاد الوراثي لازم أنه تبدأ منه عملية الرغبة يعني لابد أن يكون هناك رغبة محبة في القيام بعملية الإرشاد لأنه هي عملية مستمرة وتحتاج إلى العطاء يعني مشكل واحد يرشدك خاصة في مجال الوراثة مزمنة مرتبطة باختلالات جينية يكون هناك خطر يواجه الأسرة كاملة باحتمالية إنه إصابة شخص آخر فأتوقع يعني الشخص الذي يقوم بعملية الإرشاد خاصة في مجال الأمراض الجينية لابد أن تتوافر في الصفات الرغبة المحبة ويكون حاد بمعنى إنه عارف هدفه الهدف ماله إنه يوصل للأحسن من ناحية الخدمات يعني الخدمة موجودة العناية متوفرة بس كيف يكون خلاق بمعنى يختار يعني يعني تجي أفكار كذا تطور الخدمة هذه وتخليها أكثر فعالية أنا أقول لك على شيخي الكريم فما بالك إذا أنت خلقت مرشد في البيت نفسه يعني معطي الخدمة في البيت الراعي الأم الأب لو نجحت عندهم الأرشاد الوراثي مثلا أو النفس الوراثي أنت بتخلقه معاك يعني بيكون هو مساعد لك يعني ولا شك إننا اعتمادنا على الأب الأم كثير لأن بدونهم ما رح يتحقق شيء ولذلك نحاول يعني إذن هي متعددة طبعا أنت ما تعمل كونسلين أو رشاد للمصاب فقط وإنما مع الأسرة الأسرة هي تهم ذات في الحالات هذه لأن يجب أن في بعض الخطوات المفروض يقوموا بها ما يقوم بغير الأبو الأم وبالتالي التعاون مع أن يكون دائم في هذه الناحية وهم يعني حقيقة يعني في النهاية هم أكثر ناس حرصا على الطفل فمعناته إنها يعني يعني مش خطوة هي عملية جميلة لكنها بعيدة المدى بأهداف قوية صحيح صحيح وكذلك يعني متقددة يعني معنا آخر المشهد الوراثي لازم يكون مطلع لازم يكون قارئ جيد لكل ما هو حديث لأنه رغم يتعرض لأسألة يجب عليه أن يكون جاهز لها وهذه الأسألة ليست تحدي من الأشخاص المعنيين لأبو الأم لا للمعرفة وأول سؤال هل في جديد وهو يكون فيه جديد ناخذ الاتصالات إن شاء الله السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أسعد الله نسألك دكتورة ومسي على ضيفك الكريم الله سلمك حياك الله أخي الكريم دكتورة معك أبو محمد أول شي نود نوجه رسالة الشكر وعرفة المحام السامي ونشكر الله على سلامته وعودته إلى أرض الوطن اللهم آمين اللهم آمين اللهم وإحنا معاك أخي أبو محمد الحمد لله على وصول مولانا صاحب الجلالة حياك الله تفضل دكتورة اليوم تتكلمون عن متلازمة بارك الله والأرشاد الجيني نعم دكتورة بس لأنه لأنه في طبعا أسئلة شائعة تتكلم عن تتكلم عن الوراثة وغير الوراثة ولكن أنا ما بدخل أنا ما راح أخوض في الوراثة أنا بس أل سؤال آخر عندي ثلاثة تسئلة سؤالي الأول بس بالنسبة للطفل الطفل اللي مصاب بالمتلازمة نفسه يعني في حالة بلوغه وصوله إلى سن الزواج هل يعتبر ممكن يكون عقيم أو أو لا بارك الله فيك سؤال جميل سؤالي الثاني دكتورة بس بالنسبة هل كيف نقدر هل ممكن نتعرف على الطفل بعد الولادة مباشرة يعني هل فيه سهولة ولا لا يحتاج أنه تحاليل أو لا لا فيه سهولة في بعضهم بسهولة ممكن على طول بعد الولادة سبحان الله يعني تكتشف ونزين وسؤالي الثالث في حالة الولادة بطفل عنده متلازمة دون يعني بالنسبة للطفل الآخر هل ممكن يكون مصاب أو لا يعني يعني في حالة ولادة طفل آخر بارك الله فيك فرصة الإصابة والسؤال الأخير بس دكتور اللي تكرمتي يعني هذه في حالة ووجودة عندنا في العائلة يعني في الأقارب بس ما عرف هل تتعلق بالمتلازمة أو أو لا أنه في من الأقارب يعني صار أنه رزقوا بي توأم والتوأم هذولا بنات ولكن عندهم عدم ثبات في مقلة العين يعني تتحرك غير ثابتات والأرجل وما يمشون أبدا والولد اللي بعده رزقوا بولد غيره ونفس الحكاية يعني فما نعرف يعني إيش الأسباب هل هي وراثية معينة مع العلم أنه ما في شكوى يعني من الوالدين يعني بارك الله فيك إن شاء الله أخي الكريم بنغطيها عندك استفسارات أخرى أخو يا أبو محمد شكرا يعطيكم العافية شكرا بارك الله فيك شكرا للمشارك دكتور مسلم ما شاء الله أخونا أبو محمد يسري البرنامج عن طريق محاورة أولا الأسئلة تكلم عن متلازمة تدعوهم بالنسبة للإنجاب للطفل المصاب طبعا اللي راح أذكره الحين بناء على يعني ما يسمى literature reviews أو النشرات العلمية بالتالي هو خاضع للبراهين يعني قد تستثنى حالة طبعا ولكن هذا هو الإنجاب بالنسبة للطفل للطفل الذكر طبعا هو الطفل عادة أن يكون عقيم صح بس في حالة سجلت للإنثاء يعني أنجبت طيب حالة وحدة عالمية لا لا يعني في موجود يعني طالما حدث إذا ممكن يحدث لكن لم يحدث أبدا أن الطفل ذكر ناخد مكالمة السلام عليكم عشان الوقت أيوة السلام عليكم السلام عليكم وعليك السلام حياك الله مساء نور حياك الله تفضلي حبيت أسأل دكتور فقر الدم يكون مراكي أو لا فقر الدم إيش النوع اللي أنت تريد تستفسري عنه أختي الكريمة عندك فقر الدم مرتبط بنقص تغذية نقص حديد معرفة يقوله كروات الدم البيضاء كريات الدم البيضاء ما هو فقر دم عيد فقر الدم مرتبط بنقص في كريات الدم الحمراء أختي الكريمة الهيموغلوبين تحبت أسألها بالسؤال إذن تعريف فقر الدم وهل هو من الأمراض الوراثية وأنواع فقر الدم إن شاء الله شكرا بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا طيب محل الثاني السؤال الثاني تشخيص طبعا يعني دكتور ذكرتي أنت صحيح أنه بيكون سهل التشخيص ولكن يجب أن نكون حضرين بارك الله لابد من إجراء الفحص الكروموسومي عند إعطاء المعلومة تخيلي طفل مولود جديد والأب والأم فريحين ويتم إعطاهم معلومة بعد ذلك تثبت عكسها لا هذه قضية بالضبط بالتالي احنا نقول هكذا يعني التقنيات إخبار أنا التروي يعني أنا معها دكتور بالضبط نعتقد أنه كذا 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 لا ولكن لابد من إجراء كذا بارك الله نزيل تكرار الإصابة سؤال جدا مهم بشكل عام إذا وجد طفل مصاب يعني ممكن ترتفع الإصابة من واحد عفوا تكرار الإصابة من واحد إلى ثنين في المئة هل نتكلم عن النوع الأول لكن النوع الثاني تختلف إذا كان الانتقالي من الأم إذا كان النوع الثاني كرمسوم انتقالي من الأم يمكن تصل إلى حد 12% وإذا كان الانتقالي من الأب تصل إلى حد 5% في نوع انتقالي وطبعا هذا نادر بس موجود يعني أنا ممرت بحالة في عمان حقيقة لو كان الانتقالي بين كرمسوم 21 إلى 21 فهذه 100% وهذه غير موجود وبالتالي إن شاء الله ما تكون موجودة بالضبط نقدر نقول من 5 إلى 12% بالنسبة للانتقال اللي هو 4% في الحالات هذه تكرار الإصابة عطانا نموذج الحركة لا إرادية في العين استرابسماس أو يعني وعطانا كذلك مكان يقدر يمشي طبعا هذا لا بد أن الطفل يعرض على طبيب يعني لأن التاريخ المرضي مختلف التاريخ المرضي وتسلسله العراض الرؤية اللي قم به الطبيب نفسه يبحث عن الأشياء معينة فتواجد هذه الحالتين لا أكيد هناك مشكلة فأنا أنصح لأخي الكريم أن يراجع أقرب طبيب بالضبط على أساس يعطينا صورة أفضل ناخذ بالنسبة لأختنا الكريمة طبعا فقر الدم مثل ما تفضلت تجاوبت دكتورة يعني طبعا في حالات كثيرة هي وراثية بالتالي يعني نبنعرف في شنو الحالة فهي سؤال هل وراثية نعم حالات كثيرة منه وراثية لكن فقر الدم التغذوي حتى فقر الدم التغذوي هناك قابلية للوراثة بس موجودة لكن النوع الثاني لا معروف في وراث التوكيف يتكون من ضمنها اللي هو الثلاثيمة العظمة والصورة الثلاثيمة يبقى لها يعني موضوع آخر وإن شاء الله في المستقبل نتفصل فيها أكثر ذكرت أثناء الحوار موضوع زراعة ما يسمى بالستمسلز هذا علاج جديد بدأ يتسارع بالنسبة الثلاثيمة وغيرها بدأ يتسارع بشكل كبير الحين ويطبق وهذا أخي الكريم على فكرة سبحان الله يعني ما بين لحظة ولحظة يجي لك حتى في علاجات مراضات مختلفة هي الخليل الأم تنتج بالضبط وبالتالي يبقى لموضوع آخر إن شاء الله نرجع أخي الكريم وندخل في موضوعنا اللي هو الإرشاد النفسي الوراثي الوراثي الموضوع أتمنى إنه إحنا وصلنا وأهمية تعرضناها لأخواننا المستمعين نظرا بالفعل للأهمية ولي بإذن الله الفوائد القصوى المرتبطة المرشد النفسي الهدف منه رح يكون عامل مساعد جدا مساعد أنا أتمنى أخي الكريم دكتور مسلم إنه كل أسرة لا قدر الله مصاب معاها مثلا الحمد لله في مراضات كثيرة معنا ومع الكل أمراض دم وراثية أمراض سكري وغيرها أحدث ولا حرج أتوقع إنه لابد من اللجوء يعني الخدمة موجودة ليش؟ لا الخدمة لسه مش موجودة دكتور مناطق نسعى لوجودها وإذا وجدت هناك بيكونوا هم هذول ملجأ للناس اللي عندهم على أساس يتم يعني أولا المساعدات التواصل مع الوحدات الحكومية الأخرى وأهم من هذا كله في حالة الوراثة المتنحية اللي هي 52% من مجموعة الأمراض الوراثية في أي مجتمع هذول بيكونوا بالنسبة نحن طريقة وصول لهم من أجل إقراء الفحوصات للناس المقبلين عن الزواج لكن خلينا نتكلم عن الحالي يعني فحوصات كثيرة على فكرة موجودة يعني بشكل أو بآخر تسد في عملية الفحوصات المبكرة وغيرها وجود مركز متخصص مثلا في عملية خلق أنا ناشد كثير عملية خلق رشاد جيني وراثي من المقدمة الخدمة نفسها في البيت يعني أتمنى الكل بالفعل يأخذ في الأسرة نفسها أن الكل يأخذ الفرصة لو لا قدر الله عنده شخص مصاب في أسرته أنه هو يأخذها هذه أنه يتعلم يأهل نفسه طيب دورنا احنا في توفير الكتيبات اللازمة والوسائل الشرحية احنا انتقلنا حين المرحلة أخرى اللي هي الوسائل المرئية فإن شاء الله إن شاء الله ليش لهذه نحط معنا بنقطة ليش منوفر وسائل مرئية بحيث أن الشخص الموجود يعني يتعلم منها إلا في البيت وبالتالي يصبح بنفسه هو قائد العملية هذه في البيت ودكتور مسلم يعني بيكون لها على المدل البعيد يعني تحرف حتى برامج كثيرة بتتسهل بهذا الموضوع عندك برامج الحين برنامج الفحص ما قبل الزواج أو خليك مش مسألة ما قبل الزواج ناويك دم نتناقش في هذا الموضوع بحوصات طول فترة حياة الإنسان قبل عن إنه يقرر على الإنجاب من أجل إنه إن شاء الله التأكد من حلوة أو لا قدر الله عز وجل إصابته بأي مراضة جينية سواء كانت سائدة أو متنحية توقع إنه هذا حق على أو واجب علينا أو حق على أبنائنا إننا نتأكد بخلونا أو إصابتنا وعلى أساس نتقدم الخطوة الأخرى دكتور أبجستي فحسنتي هذا هو هذا هي صحيح بس المشكلة إنه يعني كخدمة الخدمة بتتوسع بضلط محتاجة أشياء كثيرة لكن ما نقوم بحاليا وطبعا ما نشكره دكتور على جهودك ما نقوم بحاليا من التوعية هو خطوة مهمة في التهيئة للتهيئة للتنفيذ مثل هذه البرامج وبتالي نسعى إن شاء الله طبعا إحنا مستعدين إن شاء الله يعني نسوي أو نقدم أكثر فأكثر عن طريق الإعلام والإعلام مشكور إنه ساعدنا في هذا الشيء ونخلق وسيلة التواصل مع الناس بتساعدنا كثير في موضوع تفعيل لإرشاد الوراثي القضية إن معظم لو لاحظت إلى أخي المتصل وغيرها يعني وكثير يريد يعرفه يعني تخيل يعني ذكر لي وضعين مرضيين يعني الحركة لا إرادية في العين وعدم لا وتكرارها في العائلة لو تلاحظي متكرارها في العائلة بالضبط يعني أنا يعني أنا أعتقد يعني بس لو يراجع هو المؤسسة صحية من أجل التشغيل هم على طول يعني في تحويلات مستمرة لنا هنا في المستشفى المرقعي وبالتالي احنا ممكن نوصل لهذه الحالات إن شاء الله في المستقبل يعني هذا ما نهدفه هذا ما نهدفه يعني احنا قاعدين نسعي ننهيأ الأرضية كلها لأن كله راح ينتقل للحين للجينتكس كله راح ينتقل كله على الوراثة وهم حاجة في الخطوة المستقبلية ذكرتها انت سريع دكتورة ذيكسة اللي هي ما يسمى حكاية الأدوية ما يسمى في العلم الوراثة يعني بيكون مثلا فيه أدوية موجودة في السوق لهذا العرض بس تناسب هذا الإنسان وما تناسب هذا الإنسان لأن الطفر الوراثي اللي موجود عنده الغير مرضية تختلف عنها عن غيرها بس هي غير مرضية لكن لا تناسب الدواء المستخدم بالتالي بتخلينا نوفر في الدواء وبتخلينا نوفر في السلبيات المتوقعة بأك الله فيك يعني أنا دايما وما أنسى موضوع من أيام ما كنا طلبة نسبة 75% اللي هي عملية دعم نفسي دكتور أنت يعني الجملة هذه اللي قلتها وائد مهمة وبالفعل يعني الإرشادة أو الحوار أو النقاش حول الوضعية المرضية بيساعد كثير لأن هي مثل الطلاسم كذلك أنت محتاج إلى تعاون المريض معك أو عفوا أن أسرته وكيف بيتعاون معك إذا ما استوعب الصورة كاملة وما عرف وين يروح وما عرف كذلك أهمية هذه الخدمة ودكتور بعدين يعني غير المراضة يعني أنت تتكلم عن حياة والصحة مش خلوة الإنسان من المرض على قد ما هي تكاملية حياة كاملة مثلا جزء نفسي جزء عضوي قدرة هذا التعريف العام تعامل صحة صحيح قدرة على التعايش مع المجتمع إنجاز إنتاجية فيعني مجرد أنك أنت تأهل هذا الشخص عن طريق المشورة الدائمة وعن طريق تأهيل الأسرة نفسها من ناحية عرض جميع الأعراض أيوة بالضبط نعم وقدنا كذلك وما يساعدنا كثير إن الناس تريد تعرف هذا الفضول موجود جدان إذن نرفع شعار لا تكون صامتا أيوة نعم اسأل وتحدث وبحث مهما كان الوضعي المرضي الموجود ولا نحجل لأن القضية أوكي قد ما يكون كل شيء متوفر بس طرح على أرض الواقع بيسهل كثير في الوصول أو أتوقع دكتور خاصة إذا كانت المراضة على طول بعد الولادة يعني بعد الولادة فتنعكس معها أمور يعني التعليمي لهذا مهم جدا الطفل يعني يعني أعرف تنشئ الصحة العامة أتوقع هذه أساسية والتعليم المبكر التأهيل المبكر وضعهم الأطفال هذول غير وضع الأطفال هذول مقارنة من الأطفال الثانية غير كذلك هي خمس سنوات أنا دايما مع موضوع الخمس سنوات من حياة الإنسان الأولى هذه تعتبر ركيز الأساسي أو تأسيس بضب هذه الدعامة اللي يقوم عليها الإنسان أحيانا بعض الأمراض الوراثية يكون معها مقسر وحيانا 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 لم يتم التدخل معها عن طريق يعني في طرق كثيرة التحليل وغروث هرمون وبالتالي الاجي في اتش وتحليل ومستويات نبتعد يا دكتور عن المستميات العلاق المناسب خلال ثلاث سنوات من العمر أو بعد ثلاث سنوات إذا طفن ثلاث سنوات بيكون صعب إذن كيف أنا ممكن أن أتفاد هذه المشكلة عن طريق الذكرتين الحين دكتور اللي هو الأرشاد الوراثي اللي يبدأ بعد الأولادة يعني بعد تشخيص مباشرة بعد الأولادة طبعا هذه كلها جهود بيع فينا من أشياء كثيرة يعني جهود جهود قوية جهود واضحة دكتور مسلم نتمنى لكم كل توفيق وعلى فكرة هي جهود لا تظهر في يوم وليلة ولا شهر ولا سنة و سنتين يحتاج لها يعني مثابرة مداومة وماشاء الله كفوا وتوصلوا إن شاء الله شكرا جزيلا أخويا الكريم دكتور مسلم أخواني وأخواتي شكرا أتمنى أن اليوم موضوع الإرشاد الوراثي أنا ليش النفسي في بالي هو أشعر إن شاء الله يكون نال على استحسانكم شكرا دكتور شكرا دكتور رفنة وأشكر لك هذه الفرصة وأنت يعني تمدين يد العون حقيقة في تحقيق فعاليات برامجنا ونتمنى إن شاء الله نتعاون أكثر فأكثر في المستقبل وشكرا لساعدة المستمعين تسلم بارك الله فيك أخواني وأخواتي على أمل لقاء فيكم وحلقة جديدة إن شاء الله وبرنامجكم الأسرة والمجتمع تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسرة والمجتمع الأسرة والمجتمع إعداد وتقديم الدكتورة فن العريمية ترجمة نانسي قنقر